أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذاركم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تقتلون أنفسكم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا سلام الله وريهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوزين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وادوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سراءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتمهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغود فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت أينما تكونوا 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 يدرككم الموت فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْرُوا اللَّهِ الْنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضِ ولكن الله ذو فضل على العالمين وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهم لا يفرطون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَهِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْغَهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ لِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ لِصَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتِ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ مِمَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَبَاءٌ غَلِيهِ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون لميتون أم إنكم يوم القيامة تبعثون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فوقزه موسى فوقزه موسى فقضى عليه فوقزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قالها موسى أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك إن الملأ يأتمرون بك ليقتنوك يأتمرون بك ليقتنوك يأتمرون بك ليقتنوك فاخرج 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 إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجري من القوم الظالمين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه اقتلوه او حرقوه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفروا المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا تقتلون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا لئن لم ينتعي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب حتى إذا أثنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحر أوزارا ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم فلن يضل أعمالهم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فساذا أن يقتلوا أو يصلبوا أن يقتلوا أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال فيها تحيون وفيها تموتون تموتون ومنها تخرجون ومنها تخرجون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم المعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عباب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبروا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليغري المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم باركم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فإن ما تفقفنهم في الحرب فإن ما تفقفنهم في الحرب فشرث بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإن ما تخافن من قوم غيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائرين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّظ المؤمنين على القتال حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يحقرون فإذا مسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فيمتابوا وأقاموا الصلاة وآتهم الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يمتعون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفص دور قومهم المؤمنين ويذهب غيب قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون والذي أخرجوا الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار له معقبات من بير يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تكاد السماوات يتفقرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ما لها من فواق لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يوم يغشاههم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي هاركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الواق إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفنى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود مثل صاعقة عاد وثمود وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 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 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمنا ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقالوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ولعذاب الآخرة أخزى وهما ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحفوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فأخذتهم صاعقة العذاب الهون مما كانوا يكسبون فأخذتهم صاعقة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مردون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كثرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا فدمرناهم تدميرا ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا ثم دمرنا الآخرين ثم دمرنا ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أريم ريح فيها عذاب أريم ريح فيها عذاب أريم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفأمن الذين متروا السيئات أفأمن الذين متروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآتا لكل عبد منيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فإذا هي تمور وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا إن الباطل كان زهقا وأما عاد فأهلكوا بريح فأهلكوا بريح فأهلكوا بريح صرصر عاكية سخرها عليهم سبع ليل وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخر خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة أولم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم فالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقدتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وأولئك هم الخاسرون فاجعلناهم أحاديث ومسقناهم ومسقناهم فاجعلناهم أحاديث ومسقناهم ومسقناهم كل ممسق فاجعلناهم أحاديث ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق ومسقناهم كل ممسق قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن مني عليه لقوي أمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله فأخذهم الله فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كانوا أكثر منهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وكأي من قرية وكأي من قرية هي أشد قوة هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 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 فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم إن الذين يحاقون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين إن بطش رفش بك لشديد 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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون إنا منتقمون فانتقمنا منهم وإن لهما لبينا من مبين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذؤوا بآياتنا وكانوا عنها غافرين ولقد أنذرهم بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيس فنقبوا في البلاد هل من محيس ولو ترى إذ فزعوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وأخذوا من مكان قريب إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبكر معطلة وخصر مشيد قالوا يا شعب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهدك لرجمناك 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 وما أنت علينا بعزيز ولولا رهدك لرجمناك 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 وما أنت علينا بعزيز إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك لأرجمنك وهجرني مريا لأرجمنك وهجرني مريا قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين لتكونن من المرجومين لإن لم تنتهي لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب شديد العقاب ذي الطول ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الذين كفروا لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأذبحنه أو لأذبحنه 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 أو لا يأتيني بسلطان مبين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا فذلك نجزي القوم المجرمين وأمقرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعرف المجرمون بسيماهم فيرخذ بالنواصي والأقدام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 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 وما أضلنا إلا المجرمون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ولا تتولوا مجرمين اشتركوا في القناة